رسميات فلندا كانت هي لولة في التعليم يعني كنقوله فلندا نقوله وانه صغار يقرأوا اربع سوايا في النهار نقوله وانه صغار يدخلوا حتى في كيفش تتبني المدرسة متاحهم شنه يحبوا يلعبوا نحكيه وانه ما فاماش قراية بمعنى لجزمانات وكل شيء لجزمان الوحيد في فلندا يتعدى في عمر سوطاشن سنة وهو اوبسيونيل تحب تعديه ولا ما تعديهوش سنغافورة تقريبا خلينا نرجع شوي لتاريخ سنغافورة كانت دولة في حالة عام 65 اخذت لسه قليل امتاحها كانت بالرسمي من اسوأ الدول في اسيا وتوى من اقوى الاقتصادات في العالم الاصلاح متاع التعليم امتاحها تقريبا بداع عام 1997 في اواخر 1990 قروا انهم لزمهم يعملوا نظرة استشرافية بالله كان فما وزير التعليم والتربية والتعليم يسمع فينا نظرة استشرافية للقرن 21 كيفاش تليم ذتنا بش يقراو وكيفاش تليم ذتنا بش يكبرو فمن عام 1997 2005 قعدوا يعملوا في استراتيجية متاع اسلاح التعليم متاحهم وخرجوا هاكا اه مخرجات اه مزينة برشة ولي هي كان لخصوها في جملة teach less learn more قري اقل علم اكتر اه نحكيه يعني فما مزين مش كيف مثلا فنلندا اللي تقرأ يقرأوا اربع سواعة كهو يقرأوا فينا في النهار ولكن اه فما البريمير فما كيف نقوله نحن اه وفما التعليم العالي في البريمير يقرأوا تلاثة مواد اكاهاو اللي هما اه اللغة متاحهم يقرأوا باللونجليز ده اللغة بتاع دراسة في اه في سنجابور هي اه ويقرأوا المات ويقرأوا برشة حاجات اخرين اللي هي تنفحها في المجتمع متاح نحكيه على التربية والاخلاق نحكيه على الدراسات الاجتماعية نحكيه على برشة حاجات اللي تمس صغير اه خلينا نقوله كيفاش يتعامل مع المحيط متاعه اه كيفاش ينتراكتي كيفاش خاصة خاصة التفكير النقدي كيفاش ما يخوش معلومة مسلمة وانما يخمن فيها ويحاول انه يلقى تفسير وإلا منطق وراء المعلومة اللي تعطات له اه 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 واكثر من هدا يحاول انه يستنبط حلول المشاكل مش اه بلوك كيفنا نحنا في تونس هاو المشكل هاو الحل في اه المواد امتاعنا صب صبعان الفين وواحدة وعشرين سنجابور لولا في التعليم اه في العالم وبعض الاصلاحات هذي اه الكل انا علش حبيت نحكي على اه التعليم في اه سنجابور على خاطر وللأسف اه اخوتي في الفين وواحدة وعشرين في تونس مزلنا عامين بعد الكورونا مزلنا ملقيناش حل كيفاش مش نقريه وصغرمتانا يعني ما لا فما نظرة استشرافة لحد شي خاصة وانه ميزانية وزارة التعليم قاعدة ارتفع اما صغير برشا اللي ماشي اكثريتها في الاجور وماشي خلينا نقوله في اخلاصات شاري مفما حتى نظرة استشرافية كيفاش مش نصلحوا التعليم التلامذة والطلبة التوانسة يعايتوا ويشكيوا من نظام التعليمي اللي معادش يمشي مع القرن واحد وعشرين ومعادش يمشي مع الكو سيستام الكوفيد اللي جاي خلينا نقوله ضرب النظام التعليمي التونسي في مقتل اللي وره انه كيتعدي عامك ما تنجم تخرج بحتى شي النقابة تعيت بإصلاح التعليم الوزارة زيت تعيت بإصلاح التعليم التلامذة ولكن شكوم بش يبدأ هالإصلاحة ذا ما ندروش ما فميش للأسف في الفين وواحد وعشرين موجة جديدة من الأوميكرون مزلنا ملقينيش كيفاش بش نتعاملوا مع هالكوفيد كان مزل بش يقعد معنا التلامذة ثلاثة حالات كوفيد في القسم سكر القسم بعد سكر المدرسة التلامذة شنية مصيرهم في هيدا الكل لا انفسينا بش أننا نحاولوا نعملوا انفرستركتور بالتكنولوجية بكل شي ليس معناها من وقت نيجي جلول بش تولي نقرب اللي تابليت بش مريو نقرب بكل شي إلى حد الآن ورئيس الجمهورية يعني أول ما شد في 2019 حكاية برشة على إصلاح التعليم لحد الآن ندخلوا موجة جديدة من الكوفيد موجة اللي بش تقلق خاصة في الحالة النفسية وإلا في خلينا نقوله في عقل الاتلامذة بش تقلقهم برشة 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 ما بين انهم ما همش قادرين انه يمشيوا للمدارس والمعاهد متاعهم بش يقراو كوم يلفو وما بين زيادة منجموش يقراو عن بعد على خطر دراسة عن بعد في تونس حاجة التعب على الأخر في هذا الكل جرس حبيت نعطي المثال متاع سنجابور اللي قبل ما يدخل القرن جديد عام 1977 قالت لازمني ناقف فما قرن 21 مش ندخلوله التلانذا لازمها تكون موين منسوق الشغل لازمنا نستشرفه شنية الخدمة جديدة اللي بش يتخدمه لازمنا نخلقه جيل جديد اللي ينجم يواكب للأسف التلميذة التونسي ما زال يعانه ما زال يحاول حاجة مرهقة والتعبوة إلى حد الآن ما زالنا كل مرة نحكيه على التعليم في تونس ما فهم حتى شي يتصلح وعام بعد عام وللأسف وكأنه التعليم التونسي قاعد يوخر في المراتب وين كنا مثلا في الستينات وين صبحنا ترب غريبة المعادلة للمحالة سمحني يقص عليك الدليم نحكيه اليوم على إصلاح المنظومة التربوية والتعليم والمنهج وكذا وكينا نحكيه على حاجة متاع سيونس فيكسيون مع أنت عبارة قولوا زعم التعليم يتصلح كينا سألت قوتك زعم فهم مديزاليين في مارس وقال نقلوا الولاد ما عادش غادي كمان تشوف العالم تشوف الباك يفاش يمشي نعرف الناس الكل اليوم وليت الحرب حرب معلومات لريشاس الكل هما في الماتير اللي عنا الداخل في المادة الشخمة مع أنت الحكاية كفاش قاعدة تمشي اليوم الأغنى هو الأكثر معلومات هو الأبعد على الأخرين من حيث المعلومات ومن حيث الدراسة ومن حيث الديفلوبمان نشوف مع أنت كما كان يحكي لأي اليوم نتذكر من 1952 ظهر لي أنسخ تأماما الشين كانت تحارب على بلاسة ما بين الدول المتاع تيغمود اليوم نشوف وين وصلت هذه معنتها ما جيش من فراغ هذه من قوة التعليم ودراسة وكيف توجه اليوم معنتها شوف قدامك أنت ذي قمالية قاعدة تعاني تعرف اللي الماس سالريال متاعك في الوظائف العمومية وكذي دونك شحاجتي بجي المتاع دي زي انتربرنور يا أخي نوجه من هزهم غادي مليون ونص مشرد مليون ونص لعندو لابو لأم ورا شكون لي قراهم هذوكم الكل اكتفلت تكافلت بهم الدولة من بعد بمدة نلقا كوريا تصدر نقولوا احنا في اليد العاملة وتصدر في اللي زانجينيور وهوما معنتها اللي كانوا أسوا وعملوا الانفرستركتور وعملوا القناة اللي نشوف فيهم في دول الخليج والبنايات والكرناطيحات وكذا فهمت هما اللي عملوهم لهنا شوف كيفش تستثمر معناتها في الليت الماء وتعرف يلزم تعلم على خطر هذيك هراهو فما روتور سير انفستيسمان هاريخر علش انتي اليوم تخلي الخروج متاع ولادك يخرج وجس خطر ملقاوش الكادر البيهي في بلادهم موش يرجعلك بالمنفع هاريخر صحيح الا فئة قليلة ممكن تعرف كيفش تتصرف وتعرف كيفش معناتها تجيري وامورها وفلوسها والبرتفايي متاع الكليون اللي نجم يلم وهو في البلاد الاخرى وبعد يهبط لأهني وليلك باعث مشاريع وإلى ما إلى غير ذلك اما البقية ليه البقية ما عنت خرج من البلاد ونقول وحنا زعفها مالقاش هوني شانس ما تبشي عاود يقول لك تراخ نعاود مرة أخرى تختف شي ليه كيتارك فاش توجه ذلك بالرسمي البروفي الصحيح فورمسيون اكاديميك دو فالور يخرج يعمل لك مثلا البروجي يعمل لك ذي ويرجع لك بالفيد لبلاد كسينو التماشي اللي قاعدين نمشي فيه معنات دو تروادي سيني القدام كيفاش تشوفيها معنات هل حكاية بشتصيرة ذو ما اللي ديجان نقول وحنا ما بين آخر الفاز متاع السكولار يتمتاحهم التعليم الأساسي وداخلين في الثانوي ما صار حتى شي ما تبدل حتى شي هي بيدها بشي زيد و بشي يقرأ و بشي تخرج و بشي زيد و بطل و بشي زيد و كذي و مع المعيشة بشي تزيد تكبس مع الأولياء فقبل كنا نقرأ أربعة سوية برك في النهار فقبل في جنيا عشرون تي في المكتب يتقرأ يا صباح يتقرأ شي و ما تقرأش سبتو حد نهار جمع عندك كلوب نهار سبت عندك الحق تعمل دوتخ اكتيفيتاء عنا شترانج عنا كلوب دو انفورماتيك في اللي كلوب دو حد تدخل بعدها ده اللي انتي يكذيم وتعرف لا أمش نفصل قبل زيدا في 2001 قبل زيدا كان فاما تكوين المهني كان يهز البرشة حاجات قبل اليوم تويكا بأيكزامبل عبداللي ما عنداش موين تتعادى باكليتر بأيكزامبل ما يعمل في حاجة هو ما يحباش مبعد يتعادى الفاك ما يعرش نيه يقرأ وتوما تيك ما ما يطلع يعمل حد شي يكثر النمبر متعل بتاله وتكثر أي حاجة اليوم فاما قطاعات شدد حالت في البلاد في العالم لجمع وينهم ماذا ما كيفش يقرأهم ماذا ما يعملولهم معانيش ما فاميش دي فليار شدد العالم يتقدم اليوم ما زلنا احنا فكل عصر متاع الثمانينات والتسعينات هو نفس نفس القلب نفس الحاجة الصغير يتعلم نفس الحكاية الكرتبة متاعه كبرت بالمواد وبالأدوات هو غيال ما يخرج ما هوش متاعلم شيء مش فهم شيء مش عالم حد شيء مش حاب يتعلم مش حاب يتعلم شيء على خاطر يعرف اللي مستقبل وما فهم ماش تحب ولا تكره اليوم اي انسان يقول لك علش قاري كي بابا نغزوله هكا اليوم من الفين وعشر عباد مش قادة تخدم الفين وعشر تخرجت مزالت ما خدمتش معنات انارش مزالت ما خدمتش معنات اثناش سناء بطالة اثناش سناء كيفاش تحبهم بعد انت كيفاش تحب المعلومة اللي قاعد فيه مخبضة اثناش سناء اليوم حتى ابرسا انت كان هو قاعد بطال حليت له حاجات اخرين عمت له حاجات اخرين باش نجم يعمل وحده الحاجة اللي هو يحبه ما فهماش فهم مجالة برشا رو العالم تقدم الستارتاب تويك اخذر باختو التكنولوجي بالحق رو اثناش اخر حاجة انا جزء حاب اقولها برسمي هما اللي شيفر اللي عنا عندك تقريبا 700 الف بطالة عندك في 10 سنين كل عام 100 الف تلميذ قاعد يخرج من القرية ذوما مليون وعندك شيفر اللي قلناه البارح اللي هيوة البارح زوز مليين امي في تونس هذا من كل ارقام مراهوة يودي زادم بيهما ذوما بيش تحسن وضعية بلاي تحط فيه موخك من